حراك دبلوماسي في غرب الوطن العربي وعيونه على شرقي وزير الخارجي الإيراني محمد جواد غريف في أول زيارة له لنواكشوت لبحث آليات تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وأيضا في محاولة لرأب الصدع الذي أحدثت الأزمة الخليجية في العلاقات العربية البينية تحدثت مع الرئيس بخصوص تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ولسيما على الصعيد الاقتصادي ومكافحة التطرف والإرهاب وقد أكدنا ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واعتماد الحوار في دسمية المشاكل وحلها بين الدول ولسيما في العالم الإسلامي الحكومة الموريتانية سرعت منذ لحظة الأولى للأزمة إلى قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر قرار فسر في بعض الأوساط الخليجية وحتى المحلية بالتبعية للقرار السعودي الإماراتي أغم أن موريتانيا كانت قد رفضت بحزم المشاركة في الإتلاف السعودي للحرب على اليمن واحتفظت بعلاقتها الدبلوماسية كاملة مع سوريا الإخوة في قطر تجاوزوا الحدود تدخلوا في الشؤون الداخلية لموريتانيا موريتانيا قطعت العلاقات انطلاقا من مبدأ شر لا بد منه حين بلغ السيل الزوبا واكتوتنا موريتانيا بنار التدخلات القطرية من خلال تحريضها على الإطاحة بالنظام سرا وعلنا وإماءة وإيحاء وتصريحا كل هذا اكتوت به موريتانيا الوزير الإيراني حمل معه لنواكشوت أوراقا عديدة وموريتانيا بدورها ظلت حريصة على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف الصراع في المنطقة حتى خلال أصعب الفترة وأشدها حرجا أيام طرد سوريا من الجامعة العربية جولة غريف ستؤسس بحسب مراقبين لمرحلة جديدة من العلاقات العربية الإيرانية خصوصا في منطقة المغرب العربي علاقة شبه التحفظ كثيرا وظلت لسنوات طويلة حبيسة سلم الصراعي في منطقة الشرق الأوسط أبي سيدان وكشوت المياد